اشتركوا في القناة نزل علينا فجأة سرسبت زاروبة أشعر بدني وبدن صاحبي وتكتك وسنانا فكرنا حدا نفاتح الشباك ونسيانا وكنت عامل حسابي اطلع من الشغل امشي يحرك بدني وهديك الحزة هاكوني جماعة رحت عملت لازمة تأخرت وما عادت محرزي المهم التحالي معليش بحكي لكم في مالة السطنة وخصوصي في منكن عم يستنى لايعرف شو صار بهالبنت صاحبتنا بس أبل ما نحكي ونقول سمعوني الصلاة على سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يا سيدي لما شافت درية بيتها بلى شهره والخشب مفسخ والبلاطم أبيع والدهان مأشير وفتحتها الصرة وعدت قديش فيها وفكرت وقدرت شو إلها وشو عليها استخارت وتوكلت وقررت إنها تجيب زلم إذا بطولها البيت حاكم كل شي حوالينا بدهم داراب الإبري والخيط بس وهي رايحة نام خطر على بالها بال جمعة وفرح ونسوان ورجال وزينة ووضوية وعراضة وسيوف وورد وحنة وصبايا ودفوف هلا قولوا عم تهدوس مجنونة وعم بتحاكي حالها ما عليش كل واحدة إلها ساعة بتدردش معها خيالها المهم تاني يوم دقت على جارتها قالت له يا أم محمود دخيلك بدي من عمي أبو محمود خدمه إذا بيقدر يدلني على ورشة الدهان يجو يزبطولي هالبيت وشو ما أجا من الله نعمه ومضي نهار وتاني يوم وش الصباح وقبل ما تطب هالبنت الحاق والفرشة ده أهل باب مي أبو محمود ومعه الورشة رجدة الدرية تستريت وفتحت هالباب وتخبيت تفضل فوته أهلين وسهلين أحم أحم يالله بسم الله سلام عليكم شلون يا أختي الفوتي من وي؟ عمي أبو محمود فوتوا على أرض الديار ومنهنيك شوفوا كل الغرف ومعليش شوفوا شو لازموا هالبيت هالناح هالناح هالطرف هالطرف وبعد ما فتلوا بهالبيت وعرفوا شو لازموا وشو بدوا اتفقوا يبدوا على الحارك ومن ثاني يوم رح ينزل الورشة لمعلم أبو حدو وهيك صار جابوا العدة والسلالة ووجو الشمعة ونزلوا الشبصيد والكلس والغرية والكتيرة والأبضاعة وصاروا يجوا كل يوم من بكرة الصباح يشتغلوا بهالأصل لمعلم حدو والعمال يقعدوا وهيك للأصل وبعدين يروحوا وبعد ما يضبوا أواتيلهم وغراضهم وطبعا هي شايفتهم من فوق وهن الحرام ما بيرفعوا راسهم وكل يوم درية صارت تطبخ وتنفخ وتعمل واجبها وزيادة والعمال استدوقوا وصاروا يستنوا هالغطاء الظهرية مثل العادة وصينية رايحة وصينية جاية شاي وزورات ومليسة ورز بحليب وأطايف ومعمول وهريسة ومعلومكم الدهاني لما بفوتوا على بيت أهله بيتفننوا بالطبخ والجود والكرام حاكم بيطلعوا بيقولوا هدوه الكرامة وهدوه البخلة وهدوه الحدام وهذا اللي صار طلعها السيت على درية أنا طبخ وأنا رتابة وأنا نظافة شوها المحشي وشوها الكبة وشوها الكنافة وهذا اللي صار يا سيدي درية زع سيتها يا سلام ووصلنا سابع حارة بالشام ست بيت نظافة وأطافة وكله تمام ولبينما خلصت هالورشي وطبت عدتها وتيسري وفزت درية عزليت وشطفيت ومديت وتركني وهالبرادي كلهم نفكوا ونغسلوا وتركبوا وهالدواوين والكراسي تنجدت وتلبست والباقي نزل على الأبو وصرت تفوتت شم ريحة الورد والياسمي وتحتار وين بدك تطلع شمال ولا يمين كله مرتب وكله على تقانينه حتى الزابوة صبطتها والباقي كل ياتنا عارفينه صار الواحد يزمر من الحارة البرانية وتطلع على جوه يلاقيها النظافة والرتابة وصلان الى تم الزابوة وانتو بتعرفوا تماما انه هي اللي ما بتزينها عروقة ما بتزينها خروقة ايه؟ والله بيشها درية ما في منها بنت قصود ترباية واداب وحشمية وبنت زكية وولعة فهماني موهب لو تشمي ومن هوم بلشت هالناس تسأل عنها من السويقة من الجسماتية من الآعة وهالنسوان الدق بابا كل دقيقة وكل ساعة يعطيك العافية انت درية حابين نتعرف دلونا عليك يا جماعة حتى الجيران يلي ما كانوا يدقوا بابها الا بالنادر صاروا يعملوا اعداد وينادوا لها ويني؟ عامين قاعدة هيك عالحاضي وصارت الصبحية عن درية من احلى واجمل الصبحية خصوصي اذا كانت بأرض الديار مع فنجان القهوة بين هالسرعات وبيوم من الايام دق الباب الطهرية فتحت درية لقيت نسوان تنتي واحدة منهم مبين عليها ست مقدرة استقبلتهم فوتتهم كان الوقت غدا وكانت عاملين جد درر يا ميت اهلين وسهلين تفضلوا مين ما كنتوا شرفتوني والله هلأ خلصت شغل البيت والطبخة لا تواغزوني ولو يا بنتي ما شاء الله حولك على هالملأ وعلى هاللسان وعلى هالحكيات الحلوين نحن بنعرف اهلياتك انتوا اهل الواجب اكابير ومربايين ولا تواغزينا يجيناك بغير وقت الزيارة والله تعزبنا ومشينا ودخنا لوصلنا من حارة لحارة وياللي جابنا صيتك ياللي وصل لعنا هو الصيت بضوي متل عين الشمس من كتر ما حقولنا عنك حبيناك والتحس عقلنا لحس هو استحى الدرية وحمر روشها وبرعي تعيونها من الغجاب ايه حكياتها الستشي لأشعر البداد كأنه عم تحكي غزة اسمعي يا بنتي انا اسمي مونيرة وبنادولي الناس امع الزات عندي تسع ولاد سبع صبيان وبنتي وساكنين بالانوات جاي بدي شوفك وكحي العيوني فيكي وبيدي اطلب مني طلاب لا ترديني الله يرضى عليكي ورب بكرة بدبير بكرة وتصبحوا على خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة